السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان فيه سؤال بيتسأل ازاي يعرف الـ X و Y و Z فيه برنامج نفس الوركس مغير ما استخدم أدنس يعني فيه أدنس مخصوصة للموضوع دوت ان انا اعرف الـ Coordination لبعض النقاط انما لو انا عايز و انا شغال فيه نقطة مثلا عايز اعرف هالهي دي 00 او اتأكد من حاجة خالص فانا بروح للـ Review اللي انا هرجع منها وهاجع على Major و اقول له عايز ادخل فين هنا فبجيب لي ادوات الكيس طيب انا هعمل كيان انا عايز مثلا اعرف المسافة من نقطة لنقطة فلو اخترت النقطة دي هتلاقي انه اظهر لي الـ X و Y و Z بتاعتها واختار نقطة ثانية هيبدأ يجيب لي برضو الـ X و Y و Z بتاعتها وفي نفس الوقت هيجيب لي الاختلاف اللي بينهم في الـ X و Y و Z تمام يعني ممكن يكون فيه اختلاف بين Z هنا و Z هنا لان انت اخترت بطن البلاطة او الاسفل البلاطة وبعد كده دي المسافة الرئاسية من النقطة دي لنقطة دي فهنا كده انا قدرت بكل سهولة اعرف الـ X و Y و Z لو انت مثلا طلعت هنا هتلاقي بعد ما كانت بالسالب لو اخترت مثلا النقطة هنا و نقطة ثانية مثلا هنا هيجيب لي ان هي 25.950 و Z ما فيش اختلاف فيها و ده المسافة فانا كده عرفت اعرف الـ X و Y و Z للنقطة دي ولو انت عايز تغير حاجة تدخل في الـ Option على اساس ما ستتغير اللون او thickness بتاع الكلمة المكتوبة ديت و ممكن تقول له convert to markup by color و الـ ShowMageAMageMountValueInSaintView بتبدو تختار الاختارات انت عايزها هل انت عايز الـ Line يزهر او ما يزهرش او تختار Default موسيقى